شكرا لقبولكم الدعوة أهلا بك وإن شاء الله بالتوفيق لجماعة البكالورة إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والنجاح وزير الصناعة أحمد زغدار أكد وقال بأن أهمية قانون الاستثمار في دفع الحركية الاقتصادية قانون الاستثمار تحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب والأجانب عفوا الشباكة الوحيدة تمويلة ذاتي حرية الاستثمار والمبادرة أبرز نقاط مشروع قانون الاستثمار بإضافة إلى تحسين تنافسية الاقتصاد والتوجه نحو التصدير أهم تحديات الاستثمار في الجزائر وأهم تحديات تطبيق قانون الاستثمار في الجزائر إن تمت المصادقة عليه طبعا من طرف نواب الشعب في البداية سيد الكريم طبعا اطلعتم على أهم ما جاء في مشروع القانون ما هي قراءتكم الاقتصادية شوف بسم الله الرحمن الرحيم شوف نحن دري واحد الهيكل بتيت جنوبيتري مش اللخصوا هذا المشروع القانون أولا ولا مجلس مجلس لكسياني هذا وش يستكلف يستكلف بالاستراتيجية إذن عندنا هيكل يستكلف بالاستراتيجية من بعد تجي وكالة هذه تستكلف ترقية الاستثمار والإعنال كل شيء خص الاستثمار هذا كما يقولوا لدولوفيين من بعد ثنائية الزوج الثاني هي الشباك الوحيد عندها نوعين من الشباك الوحيد شباك وحيد لللا مركزية يعني هنا هذه النقطة أراها إضافية وقوية جدا كنت كل من أليها في مواضيع أخرى أو لفعات أخرى هنا لنا إسقعت مباشرة للتنمية المحلية لأن لما تقولوا التنمية المركزية رانا نتكلموا على 48 ولاية وممكن إداريا نتكلموا على 58 ولاية من بعد نقطة النقطة للوذية تانية كي تريفور سي الشباك وحيد تاني بس عبويش يستكلف بالمشاريع الكبرى لما نشوف هذا الهيكلة نقول رح يكون تسارع ورح يكون إسقاط لأنه وعليش نحوسه على التسارع حنا واحد الوقت تعطلنا غير في الاستراتيجية عنا استراتيجية وعنا قانون مع لرأة الصوت يعني عنا استراتيجية وعنا قانون لكن الإسقطات في الميدان غايبة هذه فيما يخص الهيكلة فيما يخص الأمور الأخرى فيما يخص التحفيزات أبك لما نقولوا التحفيزات حنا واحد الوقت نمدوا تحفيزات عضرائب ونتوقفوا تحفيزات تعجمرو كنتوقفوا لكن هنا كين الاستثمار من ينطلق حتى يلنتهي كين تحفيزات هنا في مفاهيم جديدة التحفيزات الاستثمارية وتحفيز المستثمر في مشروع القانون هو صح جديدة لكن ميزتها في هذا المرأة النهجة متكاملة تكمل بعضها البعض تنطلق من القطع الأرضية ممكن نسلمها الدولة من العقار أنا نقول قطع الأرضية لأنه باش نوضح للجميع لما نقول العقار كان العقار مبني ولا غير مبني تكلم عن القطع الأرضية هو صح حقار لكن غير مبني تنطلق من القطع الأرضية ولا عقار تشري بناية ولا أي أمر المهم هذه قادرة تمدها لك الدولة في أملاك الدولة الخاصة هنا تحفيزات اللي كينة أولا تدي القطع الأرضية ثانيا ما ميلا شريط قطعة كين تحفيزات حتى في الرسوم ثالثا لما تستثمر وتبدأ تنتج كين تحفيزات على الضرائب لما تشري تجيب من الخارج كين تحفيزات جمركية إذن الدولة ويش قدمت قدمت تسبيق مالي هذه هندسة مالية قدمت تسبيق مالي اللي فيما يخص كل هذه التحفيزات انطراقا من انتقال الملكية للعقار إنشاء عليه تحميل التجهيزات وبعد الإنتاج هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة اللي تميزت بها التحفيزات المدة المدة من ثلاثة خمس سنوات حتى العشر سنوات على حساب القطاع وعلى حساب المناطق اللي ممكنهم بعد ممكن نفصلوا فيها إذن لما نشوف لما نشوف كل هذا وش رح يخص باش كيما تفضل سيد الوزير وش رح يخص باش ينطلق الاقتصاد هل لمينا بكل شيء أنا أرى أنه مزلت نقطة مهمة جدا وقوية هي الموارد البشرية هل عنا الموارد البشرية يجب أن نرافق لأنه أنا شفت قانون المالية قانون الاستثمار وكذلك قانون المالية مش في نفس النسق هذا وش يؤدي يؤدي إلى إنشاء شركات شوف إنشاء شركة سهل إبقاءها صعب تطويرها صعب إبقاءها يحتاج إلى كفاءات كفاءات تحتاج إلى نوعين من الكفاءات أولا الموارد البشري كنا نسمعه في جماعة الباكالوريا هذو مننا على ثلاث سنين خمس سنين يكونوا في ليسونس ومصر ويجوا ينشئوا شركات اللي يدخلوا في هذا القانون اللي مرحش يتغير لمدة عشر سنوات وكان اللي يخرجوا الآن وممكن يدخلوا لكن يجب أن نضبط وأنا نقولها من هذا المنبر أن نغتنم هذا الفرصة هذا القانون ونقوم بذلك التكوين السريع على الطريقة الأمريكية وماش على الطريقة الأوروبية ما تجيبش واحد عنده مصر تزيد دخله في تكوين تحسنتين جيب واحد عنده مصر أضبط له واش يحتاج أعطي له ثلاثين يوم ربعين يوم تكوين وروح تروح على روح ودخل للميدان باش تمشي شريكتك لأن الموارد البشري هذا إلا ما كانت عنده تلك الكفاءة وإلا ما كانت عنده تلك الهندسة في التسيير نخاف على هذا القانون الاستثمار هذا من جانب كان جانب تكويني آخر ودفع آخر وتسارع آخر هو التسهيل الاستثمار الخارجي لما يجي المستثمر خرجنا من 1941 يستثمر كما يحب إلا في الاستثمارات الاستراتيجية يستثمر كما يحب يدخل فيها مستثمر ممكن جزائري يجيب أجهزة مؤهلة هذه أشير إليها نقطة قوية جدا في دول أخرى في مناطق أخرى صناعات أخرى لا تحتاج هذه الأجهزة نحن لما نجيبوها نحذر من أمرين ما نجيبوش ما نجيبوش لنجوزوا وقتنا نديروا في الصيانة هذه النقطة الثانية النقطة الثانية كان قوانين بيئة تضبطنا كان انتفاقات تضبطنا ومنذات هالجزائر ما لازمش نجيبوا أجهزة لضد الطاقة نفتح قوس فقط على الطاقة شوفها بالقانون الاستثمار هذا الطاح في الجزائر الجزائر تتميز بأمر نحن نتكلم عن الطاقة لكن ما هو الفرق بين الطاقة في الجزائر وفي الدول الأخرى نحن نتكلم غير فقط يجب أن نستغني عن البترول والغاز ونذهب إلى صح وصح لكن في كل الدول نسبة استهلاك الطاقة تتناسب نسبيا مع النمو الاقتصادي اللي في الخارج كان اللي عنده بيترول وما عندهش غاز كان اللي عنده غاز وما عندهش بيترول كان ما عنده لا بيترول ولا غاز يشريهم ويحوس على الطاقات المتجددة منها الطاقة الشمسية وغيرها الجزائر قوتها وليزم تكون في نسق مع هذا القانون أنه عندها كل الطاقات وعد يقولك ما سحقوش للبيترول شيء سيء ما من هيك يسحقوا للبيترول بركحن البترول ممكن أن ننشرهش لكن نحتاج إلى إلى كمية من البترول نبيعوها باش ندخله للخزينة في انتظار رافعة الاستثمار تتحرك إذا مشيت شوية فقط رافعة الاستثمار معذرة إذا مشيت شوية فقط رافعة الاستثمار وش يقع يقولي عندنا تنطلق العجلة وعندنا كل الطاقات عندنا بيترول وعندنا غاز رغم أنه تناغم على البيئة يقلل مهل الاستغلال سكونابل الطاقة الأولية وعندنا طاقة شمس وطاقة ريح الجزائر انطلقت في مشروع واحد جيجاوات وعندنا مشروع حتى يمشي حتى عندنا مشاريع أخرى حتى الخمسطاش جيجاوات هل الخمسطاش جيجاوات قانون الاستثمار قانون المالية هذو الواش عليش درناهم هل درناهم باش نقعد نشوف نفوس لين نحقوا أرباح لا درناهم باش ننجز مخطط الوطن لتهاية الإقليم الميزة هذو مرة ومن قبل في الحق وقومت ذكرتها ونعود ذكرها لأنها مهمة أنه الوزير الأول لما تكلم على برنامجه تكلم على تحيين تحيين مخطط الوطن لتهاية الإقليم الدليل على اللي نقول فيه أنه في قانون الاستثمار هذا وشوقع قسمه إلى الاستثمار في القطاعات يعني يقول لي ورك فلاحي صناعي منجمي سياحي أيضا سياحي يعني هذا قطاعي ومات قسمه إلى مناطق ونرك الدور هنا رأينا جاي المخطط الوطني والخريطة ورك الدور رك الدور في الشمال رك الدور في الهضاب رك الدور في الجنوب وفي الجنوب وراك الدور في الجنوب الصغير ولا في الجنوب الكبير اللي عندنا نتناش مولاية حدودية والنقطة الثالثة بعد القطاعات والمناطق نقطة الثالثة المشاريع المهيكلة وليس كنا بلون فرنسي لبروجي ستركتوران والمشاريع الهيكلية في نسق بتحفيزاتها ونشوف للمشاريع الكبرى الخالقة للثروة الكبيرة للثروة عفوا الثروة هي ثورة في الحق للثروة الكبيرة إن شاء الله نحول من ثورة إلى ثورة أخرى الخالقة للثروة هذا المشاريع الخالقة الثروة نتعامله معها وحدها لما نشوف هنا هذه الخريطة نقول رأنا في نسق مع المخطط الوطني لتهاية الإقليم إضافة أخرى إنه ممكن قضية الإنجاز من بين الأمور اللي عطلت الاستثمار في الجزائر مدة الإنجاز هل مدة الإنجاز نبدأ ونحسبوها من يوم تسجل الاستثمار أم من يوم رخصة البناء وهذا عطل كثير كان ناس سجلت الاستثمار وبدأت تتحسب لها المزايا لكن رخصة البناء اجهت لسنين ربع سنين خمس سنين بعد لكن قانون الاستثمار هذا وش يقول لك يتكلم لك في إطار طبعا مشكالية البيروقراطية والإدارة التي سيرت العملية الاقتصادية في الجزائر منذ سنوات اليوم هل قانون الاستثمار ونقطة نقطة يراها البعض بأنها مهمة يعني أنه حتمية إبعاد الإدارة عن العملية الاقتصادية هل هذا موجود في قانون الاستثمار شوف والله رابلك سؤالك فهمتي بياش نقسمي لجزئين باش نجاوبك يعني بياش مش من طرفك يعني باش نرفعه لبس العفو هذا وش حبيت نقول لك هذا ترجمة اللبس في واحد اللي كيفوك لازم نحيوها شوف لا يمكن لا يمكن أن نفصل للإدارة عن هذا برك الإدارة تسير الأمور الإدارية ولا تسير الاستثمار ولهذا عندنا شوف في الاحتف الاستثمار عندنا مجلس يستكلف بالاستثمار وعندنا وكالة يستكلف باستراتيجية عفوا باستراتيجية وعندنا وكالة يستكلف بالاستثمار ككل وعندنا لمركزية لكن التعطيل فيما يخصي لا تكلمنا فقط على الرخصة أنا في تقديري لفا تقسمناها إلى مناطق وقطاعات ومشاريع مهيكلة ما راحش نقوله لأي واحد سأله يقول له كان مشكلة رخصة بناء وين كان مشكلة رخصة بناء في الجنوب ولا في الهضاب ولا في الشمال في العاصمة ولا في تندوف هل عدد المشاريع في تندوف هل عدد طلبات الرخص في تندوف يساوي عدد طلبات الرخص فيه وبهذه لما فصلنا بين المناطق وفصلنا بين القطاع ويش من قطاع شكون القطاع اللي لازم نسرعوله بأقصى درجة في رخصة البناء ولهذا حددنا القطاعات لما نحدد القطاعات قال له ويش غيرنا نتكلمه مشروع سياحي يدخلنا ملايير وآلاف آلاف آلاف ناس ليخدموا وبتالي الإدارة لما يكون هذا مركز فيها الإدارة حتم راح تسرع وعليش فصلت هذا السيطارق لأنه من بعد الناس كلها تتكلم عن رقمنا والله يشوف أنا نقولها ونعودها لا يناقش عاقل الرقمنا لكن المشكلة الرقمنا راح تجي تدريجيا قانون الاستثمار ونزل للبرلمان الغرفة الأولى وجوز الغرفة الثانية ونجوزوا ليه هل الآن رانا وجدين في الرقمنا رانا ماشيين لكن الشي اللي نقول به نمشوا رقمنا مستوى واحد نمشوا رقمنا مستوى ثنين حتى نصل إلى الرقمنا اللي ممكن أي في دول أخرى ولكن ما دارت دول بعض الدول من المشرق جاوزت الرقمنا اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا لأنه قضية قضية تسارع إذن الإدارة لازم تركز باش تأدي التسارع لكن إدارة لما تتئه وما تفرقش بين منطقة ومنطقة وما تفرقش بين قطاع وقطاع وما تفرقش بين مشروع مهيكل لازم يخلاص باش نقدر نديره السنة كانت لازم يخلاص باش نقدر نديره المناطق الصناعية لازم يخلاص باش تبدأ هذه الأراضي الفلاحية تنتج لما الناس تفقها أنا نظن نظن أنه هذا المشروع يحتاج وأنتم أدرى بهذا يحتاج إلى مرحلة تحسيسية قوية الإنسان لما ذلك الإداري لما يكون عنده مشروع تحيك على باله بلي يعطل كل المشاريع لتحتاج هذه الهيكلة إذن هذا التقسيم هو وحده تسارع ومن بعد المدير للإداري هذاك سمحوني على التكرار على التكرار راح هو لازم يحرص شوف قلت لك اللامة المركزية على الأقل راح تخلينا نتكلمه على الإسقاطات المحلية وبتالي رؤساء البلدية عباك رؤساء البلدية عندنا 1541 جندي عباك شمعناه هذا وزحه مع الخريطة كما يقولوا باللغة العامية تقلب بهم تزاير كي لا تكلمنا على 48 عنده 48 والي لكني لا كل والي ما عارفش كيفاش يسقط هذا القانون وما يعارفش كيفاش يهبط للبلدية تقال الحبيب يا راي عندك رخصة تعمل مشروع مهيكل هذا جوزه قبل وإلا الفندق هذاك لحي يتبنى رح يطلع ويقعد ينتظر عباك شمعناه فندق يطلع ويقعد ينتظر وما يلقاش مياه وما يلقاش أميناجمان فيما يخص لأميناجمان هذا القانون فيه واحد الإضافة أنه الدولة ما يقول لكش مرغمة يمكن بالشراكة لكن شوف كيفاش يتم يتم في عقد بين الوكالة هذا الوكالة الجديدة والمستثمر وبتالي لما الوالي يفقه بلي هذاك المشروع هذا واش يخلق الثروة هذا واش لازم خدمته الوالي ورؤساء البلدية كنا نتكلمين على هذا الوالي إلا ما أعلى بالوش بلي هذاك المشروع لازم يوجد باش توجد هذاك الفندق ويوجد هذاك العقار الترفيهي وغيره من الاستثمانات لازم هذاك المشروع المهيكل يوجد إلا ما يفقه هادي وني بسورتي دلوبرج لما يفقه واش لازم صدقني إلا قالوا يوقف عليها ليلة ونهار قال قل يعني شو حابس خاصة إضافة برك كيم لجنة تطعون كيم لجنة على مستوى الرئاسة لجنة تطعون وممكن تروح قضائيا إذن هناك عديد المعويقات في طريق قانون الاستثمار أي قانون هناك عديد فلم نفعل شي حتى لو كان لدينا أفضل أفضل التشريعات أفضل القوانين المتعلقة بالاستثمار بين أيدينا اليوم أمام قانون الاستثمار ومشروع قانون الاستثمار هذا الجديد خاصة إذا تحدثنا عن تحسين التنفسية الاقتصاد الوطني والتوجه نحو نحو التصدير وخلق الثروة وما إلى ذلك هذه مجموعة من التحديات تقابلها مجموعة من المعويقات كيف يمكن إزاحتها وتحدثتم على على بعض هذه المعويقات لما نزلنا إلى الوالي وبعدها إلى رئيس البلد نعود نرجع ننزلوا شوية نحن نتكلمنا على الاستراتيجية القانون فيه لأن تطبيق سيكون في الميدان عتمياً أنا ننزل إذن التطبيق سيكون عندنا يكون عندنا 48 جنرال هما الولاد يسمحوني أهل العسكر يعني شبتهم استخدام المصطلح استخدام المصطلح بعد الإذن عندنا 48 جنرال هو 48 والي وممكن تكلم على 58 لكن يبقى تقسيم إداري معلش سهلة هذه مش هذه السعيبة وعندنا 1541 ويسمحوني رؤساء البلدية جندي وداخل كل بلدية عندنا لجان هذه لا فهمت مهمتها وخرجت هبتت للميدان أرى ناس لكنا لكن هذه باش تفهم مهمتها كالي يقول لك نكونوا رؤساء البلدية وش معناه تكوين وش معناه تكوين عليش قلت ونقولها أنا ذلك كملت مصطر ترشحت رئيس بلدية الناس قاع فرحانا بي لأنه عندي مصطر ورئيس بلدية ما شاء الله رفعنا المستوى لبس لكن هل نعرف نتابع المشروع مش نتابعه تقنيا نتابعه كيفاش يصير هذا لما تحكمه تضبطه بتكوين 10 أيام عبك تكوين 10 أيام 10 في 6 سوية 60 ساعة رأي مهمة لما تجيب مكون ميداني متخصص على بل وش رأي يقول يكون هذا رئيس البلدية رئيس البلدية هذا كي يرجع يتحاسب على هذا التكوين قال تطبق لي ويتكون على حساب مثلا وهذا نقولها مقتراح نازم نخرجه بهذا التكوين العام قال توراك ركفي تندوف ولا ركفي وهران ركفي إليزي ولا ركفي عنابة لا ركفي عنابة معناه أنت تحتاج إلى هذا المستوى وهذه القطاقية تحتاج إلى التكوين وهذا الأمر اللي نقول فيه سهل على السهل لأن الجزائر ميزتها ميزتها أنه من الوزارة أي وزارة في الجزائر في الحكومة عندها إسقاطات وعندها إدارات على كل ولاية الوطن وعندنا بلديات وعندنا دووين كل هذه مساحات مربعة يمكن للوالي أن يسخرها ويتعامل معها ويغفر فيها التكوين نرجع هذه العوائق ترفع بالتكوين وترفع بالمتابعة كان لجنة الطعون أنا باش ما نطيحوش أنا عندي واحد ثلاث ملاحظات إلا اسمحت لي لجنة الطعون ما لازمش نطيحو غرف الطعون الطعون هذه رح تتكون هذا اللجنة وتتكون بعد المرسوم هذا الطعون هذا الطعون هذه ما لازمش نطيحو في الطعون لازم نطيحو في الطعون لجنة لما يجيك واحد يطعن لأن هذه الدائرة وهذه الهيكلة المالية وهذه الهندسة المالية معنى مال مدات الدولة ورأي تسنن قطعة أرضية تحفيزات هذا مال خلاص قدمت الدولة ورأي تسنن في الاسترجاع هذا لازم إذن الطعون نمشي بعقلية إيجاد الحلول للاستثمار قضية القضاء القضاء يجب تفاديه لأقصى درجة ونروح للوساطة نروح للا ميدياسيون إلى كونسيلياسيون لأن الجزائر وبهذا الاستثمار التقيل وبهذا التأخر لنا شوية فيه ما نقدروش نتحملوا الإجراء القضائي الوساطة واش معناه نقعد معاك ويقعد معانا متخصص يعرف كيفاش حاولنا هذا تعريف الوساطة ومن بعض مننا يخرج الحلول ونمشو تخسر نتا شوية ونخسر شوية ونكملوا المشروع أتصور هذا على مستوى وطني نقطة أخيرة كملاحظة أنا ما زال مشي المراصيم والآن يقول لك بلي هذا القانون تسير عليه المراصيم اللي كانت على القانون الأكدام إلا تعطلنا في المراصيم ممكن الإسقاطات تتعطل لكن ممكن تتسرع إلى وقعة حساس إحتاح حسيس قوي 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 على مستوى الولاد وعلى مستوى رؤسة البلدية أشكرك شكرا جزيلا لسيد أبد الرحمن بن يمين الخبير في العقار والهندسة البالية اللي يوجدك معنا اليوم على هذه الأفكار التي طارحتها طبعا في هذا الموضوع المهم شكرا جزيلا لك شكرا ربي هناك ربي بارك فيك نواصل وياكم شاهدين الكرب بقية الأخبار ونعود طبعا إلى الحدث الطربوي وامتحانا